سأتكلم مع حضرتك عن كتابك التحول الرقمي والثقافة المصرية كلمني شوية عن رؤيتك في الكتاب ده كلمني شوية عن المضمون اللي حبيت توصله والرسالة اللي حبيت إنك تشرحها للقارئ الرسالة يا سوزيرانية أولاً هذا الكتاب بدأت فيه في وقت كورونا كلنا عاديين في البيت ما نعملش حاجة طبعاً كان فيه نتاج إيجابي لحقيقة الموضوع كورونا ده وهو العديد من الكراءات والعديد من الكتابات والعديد من اكتشاف وإعادة اكتشاف الأشخاص لنفسهم في مواهبهم المختلفة ده حقيقي أنت بتحاول تستغل المحنة العزلة والقعدة وطبعاً طبعاً طبعاً ده حصل في كل المجالات على فكرة طبعاً بأي حكم اللي عملنا يعني وهكذا فأنت أنا كنت شغال لسه على رسالة الدكتوراه كنت بعمل حاجة عن مجمعات الأخبار برضو الديجيتال يعني في الإعلام وغرف الأخبار الجديدة وهكذا وبعدين بدأت أبص على التجاهات الدور النشر في العالم والموستات الثقافة في العالم سواء المستقل المجتمع المدني أو وزارة الثقافة في الوطن العربي بدأت تلجأ لي وسائل ودوات جديدة علشان تقدم المحتوى في وقت العزلة للجمهور وإن خدمتها لا تنضب طول الوقت يعني يعني الحقيقة ده يمكن دخلني بقى فيه عوالم أخرى إن إزاي تقدر تبحث مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة يعني مش إحنا يعني أغلب الكتب يمكن في اقتصاديات الثقافة بتشتغل على الثقافة كصناعة لها مدخلات وعمليات تشغيل ومخرجات لكن مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة وإزاي بدأت دور النشر وزارة الثقافة في الوطن العربي وفي العالم تنتاجي لي خدمات زي البس المباشر والاعتماد على المؤسرين في تقديم المحتوى تقديم الكتب بصيغ بدي إف وهكذا يعني وأنوات أخرى وده حقيقي يمكن كمال حق يمكن عوائد وأرباح اقتصادية بشكل كبير جدا لهذه المؤسسات الثقافية المستقلة أو الرسمية في الوطن العربي وفي العالم بدأت تطبق هذه الحالة على وزارة الثقافة المصرية فاكتشفت برضو أن عندنا دار الأبرى المصرية بدأت تتجه لي خدمات رقمية في تقديم حفلات دار الأبرى للجمهور هذه المصالة عامة الكتاب بدأت تعمل موقع إلكتروني وتضع بعض النسخ المجانية بدي إفل القراء وهكذا ففي تحول بدأ يعني أن تلمسوا حصل فيه قطاع الثقافة ككل يعني فكرة الثقافة به المفهوم التقليدي القديم بدأ يتغير بسبب هذه المحنة اللي حصلت للعالم الناس بدأت تستفيد من هذه المحنة وخلتها منحة إلى حد ما فيه جزء آخر متعلق بقى باستشراف مستقبل الثقافة في إطار تأثير التكنولوجيا على هذا القطاع بشكل كبير جدا واكتشفت يعني من خلال طبعا يعني عملت بعض الاستبيانات مع 25 لغاية 30 شخص ما بين كتاب رواية وفنين تشكليين وموسيقيين وهكذا إزاي نبدأ نضع سيناريوهات مستقبلية لهذا القطاع على صعيد مزارة الثقافة المصرية هيئة الكتاب المرخص قومي للترجمة، دار الأوبرا، أكاديمية الفيوم إزاي نبدأ نعتمد على الكنوز الموجودة في هذه القطاعات ونبدأ نحولها من خلال الوسائل الرقمية لمنتجات ونحول هذا التراث لمنتجات وإزاي تقدر هذه القطاعات تستفيد من عوائد هذه المنتجات بشكل كبير جدا وده يمكن كمان استخلصت من هذا الكتاب بعد حصولها على جهاز دولة تشجيعها في فئة الثقافة العلمية عن هذا الكتاب